عندنا مشكلة في قدرات الحكام الفنية من الأساس يعني يسيبك بعيدة عن المجاملات بعيدة عن إن حكم بياخد أكتر من حقه هل إحنا عندنا مشكلة في القدرات الفنية مثلاً 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 في لعيبة الكور يعني ساعد نقول إيه الكواليتي بتاع اللعب المصري دلوقتي مش زي مثلاً سنين فاتت قبل كده هل إحنا الكواليتي بشكل عام مش بقى أشخاص بعينهم في الحكام المصريين دلوقتي مش جيد إطلاقاً جيد عندنا مستوى غير طبيعي لعب كاس عالم مرتاح ممكن لعب كاس أمم مرتاح وحصل معنا في كاس أمم وشوفنا كانوا أحسن من ناس كتير أو مرشحين كاس عالم لكن الحكامنا محتاجين استمرار تدريب التدريب اللي بيحصل في مصر حالياً برضا عشان وضوح قدام الناس برضا من الكلام بمنطقة الوضوح التدريب بيحصل في مصر حالياً تدريب بدني كل حكا مهتم بأنا برضا ولا أتكلم أنا أتكلم من دول مطبخ أنا كنت عايش التدريب العملي بذات على الفار الفار مخدش كمية تدريب المطلوبة فمحتاج أنت الناس تقعد تشتغل على الحكام تدريب يومي تدريب أسبوعي الكلام ده محتاج شغل كبير جداً هتلاقي مرضوده خلال شهر شهر ونص في الملعب فمحتاجين شغل على الفار تدريب فار مستمر لأن الفار المشكلة دوقتي الناس بتطبق الفار الطبيعي لما الفار يطبق المشكلة تقل صحيح مش العكس عندنا في مصر العكس لأن ليه لأنك قبل كده لما كان حكم يخطئ ومش شافش الفار تديره عذره بالظبط بالوقت الفار موجود وتروح تشوف وبشرة جماعة وممكن مشوفهاش عادي يعني وكان فيه واحد قدامه وكنت بتعطى تقول بالظبط تديره مبررات لكن دلوقتي النوايج يروح يشوف اللعبة واللعبة واضحة للدنيا كلها ويرجع الحكم بقرار خطأ يبدأ إيه اللي التدريب للحكم مش إيه اللي تقدرات الحكم الحكم كدراته كويسة بس هو ما شافش في الملعب ولما راح شاف ما قدرش كويس ما قررش صورة كويس فلازم يروح يشوف يرى صورة كويس ده بتجي بالتدريب انت بتتمرن وتتدرب كتير وبالتالي لما تجي تعملها في الملعب هتعملها بسلاسة وده كان رأيك في الكابتن محمد معروف في لقطة الزمالك والمصري أموتوا معدوم بص هي في الملعب كريم بمتال أمانة صعب على أي حكم ما تعرفش إذا راجل لعب الكورة لكن انت مكانش عندك مبرر لما تروح تشوفها قدامك في الفار لما الحاكم الفار محبوس بسيوني استدعاه محبوسي نهاية الحالة معيني محبوسي نهاية لما تستدعاه طبعا اللعبة طبعا محمد محتفش أي حاجة لأنه في الملعب حس أو شاف أن اللعب المدافع لعب الكورة تمام لكن هو عجبني أو بسيوني في اللقطة أن هو الرجل استدعاه فلما استدعاه شافها ولما شافها لما شافها هتلعطها جماعة هتلعطها هو اللقطة واقف هو واقف طبعا التاني بيشايك بقوله استنى انتظر أنا بشايك بشوف احتمالية كرطة أحمر فهي طبعا راكل حر ومباشر منطل بسط راكل حر ومباشر على الوينش وطبعا كل عناصر فرصة المحققة موجودة المواجهة السيطرة على القرى عدد المدافعين الحاجة دي كلها دي يعني إيه ليه فرصة المحققة لازم يبقى فيه عدد المدافعين وما فيش عدد المدافعين وانت منك لجون على طول المسافة منك لجون السيطرة على القرى مواجه للمرمى كل الحاجة دي موجودة فرصة محققة كل العناصر دي لو نقص من عنصر واحد ما فيش فرصة محققة لكن كل العناصر فرصة محققة موجودة الخطأ موجود خارج منطل الجزاء فهي راكل حر ومباشرة لنادر مصري وكرة أحمر مباشر كرة أحمر مباشر اشتركوا في القناة